يا أخي الكريم هذه فترة معينة لها ظروفها والعزلة هذه العزلة دامت سنوات لا تزال منذ مستمرة منذ عشر سنوات ولكن عزلة مع الكتب بما أني محاض بالكتب فلا أشعر بالعزلة والكتب هي التي هي رفيقي في هذه العزلة الطويلة ولكن عزلة أنتج فيها أيضا أكتب أكتب باستمرار وأترجم باستمرار لأنه هناك كثير من المثقفين ربما علاقتهم بالتقنية ليست بالشكل المطلوب أو ربما هم يأخذون موقفا منها موقف هزامي كما يصفوه البعض هل هذه تنطبق عليك ممكن ممكن تنطبق علي من حيث شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر إلى آخره ليس لي أي علاقة بها إطلاقا يعني أنا خارج شبكات التواصل الاجتماعي كليا لكن التراسل فقط عن طريق الإيميل الإيميل موجود ومعروف للكثيرين هذا هو الطريق الوحيد للتواصل مع الآخرين الإيميل يعني أنت ترتاب تخاف من التقنية تخاف من الموبايل أم ماذا تحديد لا الموبايل هذا ظرف معين يعني ظرف معين ولكن سوف سوف أشري موبايل قريبا استسلمت يعني وعطيه للأصدقاء من أمثالكم من أمثالكم نعم استسلمت أقول سوف أخرج شوي من العزلة شوي شوي سوف أخرج من هذه العزلة تدريجيا إن شاء الله ولا تنسى أن هذا الوباء أيضا أرعب الناس وأجبرهم أيضا على العزلة سيكون لك صفحات في وسائل التواصل الاجتماعي ستشارك فيها بفعالية يعني التواصل الاجتماعي لحد الآن لست متحمسا أبدا للتواجد في شبكات التواصل الاجتماعي ما عندي أي حماس لها ما عندي أي حماس لا ممكنني تغير رأيه فيما بعد ما عرفش ولكن تواصل مع القراء عن طريق مقالاتي في الشرق الأوسط أو طريق نعم خصوصا الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر